نفط أسود مقابل الغاز خطوة الحكومة كبديل عن دفع الأموال للجانب الإيراني المعاقب باب جديد للفساد وللتلاعب بأسعار النفط والكميات المصدرة هكذا وصف لكن لا خيار للحكومة إلا بذلك لتوفير الطاقة للمواطنين شون راح تنطي هذا النفط الأسود والنفط وبمعادن شون راح تحسب حسابات يفترض أن تكون دقيقة يعني اليوم يفترض أنه تكون تروات العراق حقيقة في مأمن يعني نعم أنت تاخذ غاز ويطلبونك فلوس مفروض تضغط سياسيا على البنك الفيدرالي ويسدد الديون بدمتك كل السياسات من 2003 لحد الآن لم تستطيع إيجاد حلول منطقية وواقعية لمشكلة الكاربة قرار اتخذ بلحظة طارئة ووقع العقد ما بين الطرفين غاز إيران بأعلى الأسعار ونفط العراق بأبخس الأثمان والخسائر الاقتصادية ستظهر آثارها مستقبلا بحسب مختصين والفائز هنا هو إيران أما العراق فهو المحتاج وهو المتأزم وهو المضطر طبعا بالحالات الاضطرارية لا تأخذ الأسعار بالأسواق أو بالأسواق اللي موجودة عالميا أو بالأسواق فانت حالة مضطرة بأنه الحكومة العراقية والحكومات السابقة اللي هي احنا دعنا ندفع ثمنها اللي هي احنا يخلينا نقبل بأصعب الأمور وبأقوى الأشياء بالنسبة للأسعار هم يأخذون من عندنا بسعر بخس وإحنا بالنسبة للغاز اللي هو المصاحب بيننا احنا محتاجي أكثر لحين انتاج اللي هي ترخيص الشركات اللي موجودة حاليا إلى كفة أمريكا يرمى اللوم وإلى إيران يرميها آخر مع أن الدولتان لا يحتاجان لدفاع من قبل أحد تتجمد الأموال في المصارف وينحسر الغاز في الأنابيب والعراق بلا قرار سيادي معادلة خسائرها واضحة لكن الحكومة ترى أن هناك المهم وهناك الأهم فخسارة أموال النفط أهون بكثير من بقاء المواطن بلا كهرباء وهي إجراءات وصفت بالترقيعية وهدر للمال العام كالذي أهدير سابقا عمار غسان قناة الرشيد بغداد